بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى الحبابي يكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة سنتمنى لكم الصحة لأن الصحة هي كل شيء الصحة والمال والولدات والله يخليهم لكم ويعطيكم صحيح تكم وينولكم شي حاجة في البنيات اللي بغير يتزوجون الله يسخر لهم إذن اليوم معنا واحد وصفة رائعة وأكتر من رائعة لتسخير كل شيء سبحان الله يسخر لك الله الولدات يسخر لك الراجل يسخر للبنت اللي بغى الزواج البنت اللي بغى جدب الخطيب أو الحبيب البنت اللي بغى تجدب العمل البنت اللي بغى تجدب أي حاجة بغاتها سبحان الله لهذا أقائج بها إذن يا مسخر الرياح سخر لي كده وكده يا مسخر الرياح يا الله سخر لي هذا الأمر إذن عندنا اليوم مع لتسخير القلوب أبناء آدم وأبناء حواء إن شاء الله المحبة والطاعة سبحان الله يكون عندك الطاعة وتكون عندك المحبة والتصخير الأمور لأن الناس محتاجين التصخير وبعد الأحيان تكون العكس تكون طاقة سلبية عندك لأن النحس ليطك بالتابعة اللي عندك تابعة تتكون بعد الأحيان متبوعة بتوابع من الوالدين ومتبوعة تابعة جبتها بالعين والحسد والتابعة تابعة موروطة بعد الأحيان تكون تابعة موروطة من الأم أو الأب عنده تابعة وما حيدهاش وورثها الأولاد إذن بغينا اليوم نحط له واحد تسخير باش نحيده النواحس ونكونه باسحين واحد الباب دي الفرج إن شاء الله تنطلبه غير سيدة ربي لحنة الكريم هو اللي يتحمل هو اللي تعطي هو اللي يتوهب هو اللي ييدير الأسباب لأنه ما عندنا التشي باب إلا باب الكريم باب الرحيم مش حال من واحد عنده مشاكل ولكن تنسى واحد الباب هو باب الرجاء باب الرجاء هو باب الكريم هو الله إذن ما تتهوش على باب الكريم هو باب العطاء لا ينفد لأن الله سبحانه وتعالى تعقيك ولكن ما تمنش عليك أما العبد العطاءك تمنع ليك تقول لك عطيتك دائما لمن ولكن الله سبحانه وتعالى لأنه اسمه الكريم الكريم هو اللي تعطي هو اللي تمنع هو اللي تمنع إذن إلا طلبتيه في تلوت الليل أو طلبتيه في جوف الليل سبحان الله له كرمات وله العطاء المفرد هو الله الكريم إذن غادي ناخدو الحمل بالنية تسخير العمور لأنكم غادي تشريوه من عند عطار قبلي دائما سنقول لكم عطار هذه في الموروج الشعبي المغيبي تشريوه من عند عطار قبلي قبلي تكون قبل إلى القبلة دائما عنده العشوب مشمشين وتكون عنده الرواج يبيع عشري وتنتي بغيتي واحد العطار ليكون سبحان الله التجارة دياله مفرحة إذن تنبغيو ندقوه على باب الفعل إذن من باب الفعل أنك تتدقي على عتبات تكون مباركة إذن غادي ناخد هذا الحمل وغادي نديره في الدياء وغادي نقرأ عليه صورة الناس 11 مرة صورة الناس فقط صورة الناس 11 مرة وغادي ندير الدعاء غادي ندير الدعاء غادي نديرو ثلاث مرات الدعاء ديالي هو إذن غادي نتقرأها ثلاث مرات اللهم يا مسخر الرياح سخر لي هذا الأمر سخر لي زوج حبيب خطيب فلوس مال رزق سخر لي أبنائي للسمع والطاعة سخر لي خطيبي للزواج يدخل العتبة سخر لي عمل نداوم عليها صورة الناس 11 مرة دائما والدعاء بخصوصا إلى قريتها وتبخرتي سبحان الله غا يكون عندكم تسخير قوي بإذن الله اللهم سخر لي قلوب بني آدم وبنات حواء بنات حواء بالمحبة بالمحبة والطاعة كما سخرت الرياح والجن والإنس لسليمان بن داود عليه السلام إذن هذه غادي تقرأوها على نية التسخير وغادي إن شاء الله يكون عندكم تسخير قوي جدا إذن بغيتي تسخير أي حد بغيتيه للطاعة والمحبة أولادك نجبدل أسماء ديالهم المحبة والطاعة يسمعوا كلامي وطعوني على نية المحبة دائما المرة التي يكون عندها الزوج نافرها الزوج ديالها نافرها ومعندش المحبة بينه وبينه تديرها تشري الحرمل تاخد 250 جرام 250 جرام وغادي تنفعك بزاف وولادك كل شي غادي نحاول نقرأ عليها ونفت نقرأ ونفت يريد تضيف لها قليل من المسك الأسود أو مسك طهرة المرة اللي عندها مسك طهرة تدير وقليل منه سبحان الله أو الريحة ديال راجلها أو الريحة ديالها وتحاول أنها تبخر مبين الدهر والعصر هذا البخور الناس اللي بغين المحبة والطاعة والسمع حيث أي حاجة فيه السمع والطاعة تقدر يتبخري مع المغرب تقدر يتبخري ما بين المغرب والعشاء الناس اللي بغين الفصخ ما بين الصبح والدهر والعصر إذن الناس اللي بغين السمع والطاعة تقدر يتبخري مع المغرب إذن اللهم سخر لي قلوب بني آدم وبني السحواء إذن للمحبة والطاعة أو سخر لي فلان ولد فلانة بالمحبة السمع والطاعة فلان يجي للدار أو يجي للعتباء تبني الزوج بي أي حاجة أبغيته اللهم سخر لي عمل أو سخر لي زوج أو سخر لي مال أو سخر لي نصيبي في هذه الحياة أو سخر لي أي حاجة سافر أي حاجة بغيتها غد تكري الحاجة ديالك على نية أنك بغيت هذه الحاجة إذن هذا الشحر الخاص الذي نتبخر نتبخر مدة أسبوع الوقت الذي تكون غادل أي مكان نتبخر به نديره في واحد الوعاء ونقوم نتبخره في شيء وعاء أو نديره في شيء صاشية ونعقدها مزيان ونخليها مبين الملابس ديالي ودائما نبخر بها ندير هذا المبخرة بحال هذه ونحاول أنني نبخر نحط هذه الفحم الدائري نحط الفحم الدائري ونتبخر أو نبخر العتبة ونبخر التياب ديال الشخص المعين بحال المرأة اللي عندها مشاكل مع الزوج ديالها وما عنداش تصخير معاه وسيعطيهش الفلوس أو أنه شحيح معها أو أنه دائما تيفتاع الصداع معها تدير ليه تصخير بأنه يبقى دائما مزيان معها وبالمحبة والطاعة لجلب المال أو يعطيني على الأقل يكون معاك مزيان إذن التصخير مشي عيب التصخير أنك تكوني ديريه ولكن على نية الحلال الطيب حل البنت لبغى الخطيب خطيب معها سنين أو معها عام أو عامين وباقي ما تخلش العتبة حرام أنه خاص يدخل ويتزوج بها ويتجمعه في بيت واحد إذن هذا الهدراء اللي تنقول يرى في المعقول لكل وحدة سمعتني أن الله سبحانه وتعالى غادي يعونها في التصخير إلى درسي كلام الله وفيه صورة الناس حتى المنع اللي تيجيك من القرين أو الوسواس صالحة ليه صورة الناس لأن صورة الناس رائعة في التصخير الناس وفي تصخير الناس اللي عندهم الوسواس الناس اللي عندهم تتردوا في أمورهم ندير أو ما ندير سبحان الله نزينا لها هالتصخير إذن أحبابي تنتمنى لكم حد سعي تنتمنى أنكم تخليوا تعليق وتخليوا طاقة إيجابية بالصلاة على الحبيب وربي يعونكم إذن بارتجوا هات الفيديوهات لعله وعسى يعونوا بزاة الناس محتاجين لهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته